مدينة حمد نحن هنا في مدينة حمد في خنيونس جنوب القطاع هذا الدمار هو جزء بسيط مما احدثته آلة الحرب الاسرائيلية التي دمرت عشرات الأبراج السكنية التي يقتنها الآلاف من المواطنين الآلاف نزحوا من هذا المكان كبقية الناس الذين خرجوا تحت النار وتحت قوة القذائف والقصف الاسرائيلي إلى مدينة رفح كما تشاهدون فإن هذه المدينة التي بنيت حديثا لطبعا إيواء وسكن الآلاف من الناس الذين لا يمتلكون القدرة على السكن دمرها الجيش الاسرائيلي بشكل كبير وأضحت كما تشاهدون كومة من ركام نحن كان لدينا أحلام كان لدينا طموحات قعدنا 11 سنة في الأجار كان لدينا كل حاجة لا يوجد لحظة كل هذا راح اليهود قصفونا يعني ما خلوناش ولا حاجة ما خلوناش لا حلم ولا بيت ولا حاجة وإحنا هلقيتها مشردين في الشوارع عشرات العمرات السكنية في محيط أبراج مدينة حمد أيضا قصفها الجيش الاسرائيلي بشكل كامل مخلفا دمارا كبيرا في هذا المكان هذه العمرات المدنية هي عمرات أيضا عمرات جديدة حجم الدمار يؤكد سعي إسرائيل إلى تنفيذ مخطط التهجير وكذلك تعميق معاناتهم مع حالة النزوح أقل ما فيها بدك تطمن على أمور البيت اللي تبقى من البيت إن كان متبقي أي شيء بدك تطمن عليه بدك تأمن مكان اللي على أساس فيما لو اضطررنا للنزوح مرة أخرى مش للنزوح للمرة الأولى ربما للمرة العاشرة للنزوح مرة أخرى يعني تكون هيئ ظروفكم هيئ نفسك لمكان تقوي فيه أطفالك تقوي فيه حتى لو كان 60 مضمر أفضل من الحياة اللي عايشينها في الخيام يعني اللي بتبني فيه على مدار سنوات من عمرك فيه لحظة هاي أنت يعني بتصورها هاي صوت الخبصة زي ما أنت سامع هاي صوت القصف شرقك بعد انسحاب الأليات الإسرائيلية من هذا المكان ورغم الخطر الشديد إلا أن بعض المواطنين عادوا إلى هذه الأماكن إلى مدينة حمد من أجل استصلاح منازلهم وإعادة السكن فيها في رسالة تؤكد على جدارة الحياة نعم هذه مقاومة الحياة لو كانت نص غرفة نص غرفة شوف لازم أرجع توثق البيانات الرسمية تدمير الاحتلال الإسرائيلي أربع مدن وأحياء تم إعادة بنائها بتبرع من عدة دول عربية تضم آلاف الوحدات السكنية من خنيونس جنوب القطاع أحمد غانم الميادين ترجمة نانسي قنقر